حجظكم الله من أسئلة هذه السائلة سمحت الشيخ تثل عن آية الكرسي وتقول بالنسبة لقراءة آية الكرسي هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في الصباح والمساء حتى على قراءتها عند النوم بعد الغريضة عند النوم يقرأها آية الكرسي من أسباب السلام يا شيطان وكذلك من أسباب دخول الجنة يقرأها بعد كل صلة بعد الغريضة يأسلم وأسباب الذكر يقرأها آية الكرسي